اشتركوا في القناة سبول تطوير وتنمية أوجه التعاون المشترك في شتى الميهدين إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة والتطورات والمستجدات على الساحتين القليمية والدولية وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المفده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ويرافق صاحب الجلالة حفظه الله في هذه الزيارة وفد رسمي مكون من سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مع الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع الشيخ أحمد بن عطية الله الخليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي سعدت سيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشاري صاحب الجلالة لشؤون الإعلام سعدت سيد زايد بن راشد الزياني وزير التجارة والصناعة والسياحة سعدت سيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام سعدت اللواء ركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية سعدت سيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدة سعدت الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية سعدت الشيخ طلال بن محمد الخليفة رئيس جهاز الأمن الوطني سعدت اللواء ركن طيار محمد بن بحسين المسلم رئيس شؤون المتابعة الملكية سعدت الدكتور إبراهيم يوسف عبد الله العبد الله سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية السيد لاهون فيصل بن شريم رافقت جلالة الملك المفداء السلامة في الحل والترحال قاعدة متنة هي تلك القاعدة التي تقوم عليها علاقة الصدقة المتينة التي تجمع مملكة البحرين بالجمهورية التركية الصديقة تتقاسمان عبر ثناياها روابط قوية ومصالح مشتركة وتنسيق وطيد على مختلف الأصعدة وفي المحافر الإقليمية والدولية كافة علاقة رصينة يتشابه بها البلدان في العديد من المواقف السياسية الثابتة والقائمة على الاحترام المتبادل والسعي لتبني المبادرات الهادفة في مختلف القضايا خاصة في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم وعلى رأسها مواجهة خطر الإرهاب والجماعات المتطرفة تركيا ليست قريبة عنا وقد عشنا معها تاريخا وحاضرا وتطلعا للمستقبل ورؤيتنا اليوم لبلدكم الجميل تنعش الذاكرة الوجدانية المشتركة لبلدينا وأمتينا ونود بهذه المناسبة الإشادة بما أنجزه رئيس الحكومتين الموقرتين في بلدينا من اتفاقيات نحرص على تفعيلها ومن حسن الطالع فأن العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين قد تنامت بصفة طبيعية وتوصلنا مع الوقت إلى عدة اتفاقيات نأمل في المزيد منها أما اتفاق الأخوة والمصير المشترك فقائم بيننا منذ مئات السنين وزيارتنا اليوم هي لتتويج هذه العلاقة الوثيقة بالتفاهم الاستراتيجي الشامل المواكب لحركة العصر وتطوراته وبالأخص بين قواتنا المسلحة الباسلة إن هذه المنطقة الحيوية من عالمنا المعاصر تتجه نحو شراكة التنمية والازدهار لخير شعوبها ولا تنمية بلا استغرار ولتركيا موقعها دور أساسي في تنمية المنطقة وحفظ استغرارها وأمنها ولا بد للجميع من التعاون في ذلك التعاون الثنائي بين المنامة وأنقرة على مختلف الأسعدة السياسية والدبلوماسية توج بالعديد من الزيارات التاريخية المتبادلة بين القيادات وكبار المسؤولين في البلدين الصديقين والذي أثمر العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين وهو اليوم يصل إلى أعلى مستوياته خاصة وأن هذه الزيارة الهمة لجلالة الملك المفدة تعتبر أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى بعد محاولة الانقلاب الفاشل الذي مر بتركيا شهر يوليو الماضي والذي تجلى فيه موقف مملكة البحرين الثابت حيال تلك المحاولة من خلال تصريح جلالة الملك المفدة وحكومة مملكة البحرين الداعم لتركيا وجميع الجهود والإجراءات التي اتخذتها أنقرة لحفظ أمنها واستقرارها ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيارة كما سبقها من الزيارات صدا ومردود إيجابي واضح يضيف لبنة جديدة إلى العلاقات البحرينية التركية ترجمة نانسي قنقر